عم يسعد بن يمين نتانياهو لخطابه بالكونغرس بكرة الأربع ليأمن مزيد من الدعم لحربه على غزة وأي حربتين يناوي عليها بس رحلته للكونغرس مش مفروشة بالورود أولاً، تحججت المرشحة الرئاسية كمالة هارس بارتباط سابق بمؤتمر بإنديانابلس حتى ما تترقص جلسة الكونغرس اللي راح يحكي فيها نتانياهو الأرجح أنه كمالة بهالخطوة عم تجرب تحصل دعم أكبر لحنطة الرئاسية خصوصاً من الديمقراطيين المعارضين لسياسية نتانياهو بالحرب بس ممثلين عننا أكدوا أنه عدم حضورها للجلسة مش تغيير موقفة من إسرائيل ومفروض أنه تلتق نتانياهو بالبيت الأبيض تانياً، رح يقاطع عدد من السينيترز والنواب جلسة نتانياهو مثل إليزابت وورن، بيرني ساندرز، جيف ميركلي وبراين شاتس تالتاً، قدم 230 موظف بالكونغرس عريضة بالطالب بمقاطعة الجلسة أو التظاهر خلالها وحضرت مجموعات مؤيدة لفلسطين، مثل الصوت اليهودي من أجل السلام لتظاهرات بواشنطن، للتشويش على خطاب نتانياهو والمطالبة باعتقاله كونه مجرم حرب رابعاً، استبق أهلي الأسرى الأمريكيين بغزة زيارة نتانياهو ونصحوه ما يطلع يحكي بالكونغرس إذا ما رح يعلن إن جايز صفقة التبادل مع حماس ورغم أنه نتانياهو بعده عم بيعرقل كل المحاولات لعائد صفقة أخذ نتانياهو معه برحلته جال هيرش، المسؤول الإسرائيلي عن قدية الأسرى والأسيرة السابقة نوة أرجماني، ولتقوا سوا مبارح بأهل الأسرى الأمريكيين بغزة ووعدهم إنه صفقة التبادل الرابط هيدا المرة الرابعة اللي رح يحكي فيه نتانياهو بالكونغرس بأعلى نسبة حضور بالكونغرس لزعيم أجنبي بس هالحفاوي بنتانياهو ما بتعكس البرود بعلاقته مع الإدارة الأمريكية ولا الأصوات المعادية للإبادة بأمريكا